يقولون بأن القرآن مخلوق لأنه شيء بل من بين الأشياء التي كانوا يسألون يقولون للفرقة المعاكسة هل القرآن شيء فإذا قالوا أنه لا شيء كفروا وإذا قالوا أنه شيء إذن كل الأشياء مخلوقة القرآن إذن مخلوق التنين يقولون لا القرآن كلام الله والكلام صفة والكلام لا يخلق كلام الله غير مخلوق وبالتالي هو قديم قدم الله المعتزلة يقولون لهم إذن أنتم تعتقدون مثل النصارى هم يعتقدون أن الكلمة المسيح أزلي وأنتم تقولون أن القرآن كلام الله أزلي إذن أنتم مشركون وكفار ولذلك كانوا يقتلون بعضهم البعض ما القصة الآن؟ الآن كل المسلمين تقريبا يعتقدون أن القرآن ليس مخلوقا الآن وقتها كانوا يعتقدون أن القرآن مخلوق ومن قال العكس قتلوه الآن يقولون العكس والذي قال العكس يقتل ماذا لي لي؟ مثلا في الإبانة الكبرى يقول عن قيس بن الرابيع قال جعفر بن محمد من قال القرآن مخلوق قتل ولم يستتب عكس الذي كان في عصر المأمون في ابن تيمية يقول في مجموعة الرسائل اشتهر عن أئمة السلف تكفير من قال القرآن مخلوق وإنه يستتب فإن تاب وإلا قتل هذه واحدة من المسائل المختلفة عليه إذن نسألكم القرآن مخلوق أم غير مخلوق بل إن المعتزل استخدموا دليلا آخر قالوا إذا كان فيه النسخ والمنسوخ معناه أنه في آية أحدث من آية إذن هو مخلوق لأنه غير المخلوق يكون أزلي ليس فيه شيئا حديثا وبالتالي كانوا يلزمونهم بأدلة كثيرة على العموم هذا خلاف كبير وواسع محنة خلق القرآن ممكن أن تبحثوا عنها في الإنترنت لكن انظر كيف اختلفوا فيها لدرجة القتل ولذلك قال ابن حجر ومن شدة اللبس في هذه المسألة هترى نهي السلف عن الخوض فيها ما تتكلموش فيها خالص لأن فيها مشكلة واكتفوا باعتقاده باعتقادهم أن القرآن كلام الله غير مخلوق فقط ما تقولش ولم يزيدوا على ذلك شيئا وهو أسلم الأخوال والله المستعان لأنك لو دخلت معهم في التفاصيل تجد أنهم سيخاعون في مشكلة كبيرة قال أنه نهوا عن الخوض فيها ما تخدش فيها لأنك لو خدت فيها ستكفر القرآن مخلوق مغير مخلوق هذا واحد من المسائل اختلفوا أيضا في كيفية نزول القرآن قالوا بأن القرآن أنزل لكن كيف أنزل؟ قال الأصفهاني في أول تفسيري اتفق أهل السنة والجمال على أن كلام الله منزل جميل قرآن بالنسبة لهم منزل ولكن اختلفوا في معنى الإنزال إذن حتى الوحي الإنزال اختلفوا فيه قال غيره في المنزل على النبي ثلاثة أقوال ثلاثة أقوال على الأقل أحدها أنه اللفظ والمعنى إن القرآن نزل على محمد باللفظ والمعنى أن جبريل حفظ القرآن من اللوح المحفوظ راح حفظ باللفظ والمعنى كان مكتوب باللغة العربية في اللوح المحفوظ رحم جبريل حفظه كما رأى في اللوح المحفوظ ونزل به ذكر بعضهم أن أحرف القرآن في اللوح المحفوظ كل حرف منها بقدر جبل قاف وعني وكأنه لو كبر لنا الحروف خلاص يعني أقنعنا وأن تحت كل حرف منها معاني لا يحيط بها إلا الله طب اكتبوا كجبل قاف أو كجبل إفريس لن تغير من الموضوع شيئا قل لنا الفكرة إذن واحد من الأراء أنه اللفظ والمعنى الرأي الثاني أن جبريل إنما نزل بالمعاني مش باللفظ اختلف علماء الإسلام في هذا الأمر خاصة وأنه يعني محمد علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب وتمسك قائل هذا بظاهر قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك قالوا كيف ينزل به على قلبه إن لم يكن المعنى فقط كان يلهمه جبريل المعنى ومحمد يعبر عن ذلك بلغة العرب الثالث أن جبريل ألقى عليه المعنى وعبر عنها جبريل بلغة العرب جبريل هو الذي عبر مش محمد وأن أهل السماء كانوا يقرؤونه بالعربية أن الملائكة كانوا أصلا بيقرأوا القرآن بالعربية ثم إنه نزل به كذلك بعد ذلك يعني جبريل كان يأخذ المعنى وينزله على محمد بلغة عربية يعني جبريل هو صاحب اللغة وفي القول الثاني أن محمد هو صاحب اللغة إذن ثلاث أقوال هل القرآن نزل باللفظ والمعنى؟ طبعا الآن الأغلبية سيقولون لك باللفظ والمعنى لكن زمان لم يكن هذا رأيا واحدا بل كان هناك من يعتقد بآراء أخرى أن القرآن أوحي فقط بالمعنى أو أوحي باللفظ والمعنى أو جبريل هو الذي تكلم بالعربية ليس هدف حزب بل اختلفوا في عدد صور القرآن واحد من الأشياء التي يمكن أن لا يصدق الإنسان خصوصا الذي يعيش في غيبوبة أو عيش في الشعارات وفي أكدوبة الشعارات لن يصدق ذلك يقول السيوطي في الإتقان في علوم القرآن الجزء واحد صفحة 66 وفي مصحف ابن مسعود مئة واثنتا عشرة صورة كان فيه مئة واثنى عشر لأنه لم يكتب المعوذتين وفي مصحف يعني ما كانش يكتب قل أعود برب الفلق وقل أعود برب الناس كان بيشيلهم لأنه عبد الله بن مسعود وما أدراك ما عبد الله بن مسعود يعني هذا شخص مش أنه لا يعرف القرآن هذا شخص فاهم القرآن ومع ذلك كان لا يكتب المعوذتين وفي مصحف أبي بن كعب واحد من المصاحف الأخرى في مصحفي فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد يعني في مصحف أبي بن كعب موجود الفاتحة التي تركها ابن مسعود وموجود المعوذتين لكن موجود صورتين تانين اللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد صورتين وتركهن ابن مسعود وكتب عثمان منهم فاتحة الكتاب والمعوذتين يعني اللي عندنا المصحف اللي عندنا الآن هو بين مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود مصحف ابن مسعود في أقل من 114 مصحف أبي في أكتر من 114 هذا مش كلامي أنا بالإتقان يقول كذا نقل جماعة عن مصحف أبي أنه 16 سورة والصواب يعني 116 والصواب أنه 115 كان زائد بصورة فإن صورة الفيل وسورة لإلاف قريشين صورة واحدة وكان دامج صورتين في صورة واحدة ولذلك كان 115 مش 116 طب السؤال الآن هل القرآن 112 كما قال ابن مسعود هل هو 115 سورة كما قال أبي بن كعب أم هو 114 كما أوصل لنا عثمان هذه هي الأسئلة التي يتجنبها المسلمون وهذا موجود في كتبهم إذن الذين يقولون لدينا قرآن واحد وكتاب واحد وهم يتجاهلون هذه الأسئلة حتى لا تحرجهم اختلفوا في عدد الآيات بل 6200 وأربع آيات 204 وقيل و4 10 214 وقيل و9 10 219 وقيل و25 2225 وقيل 36 و30 و30 وإنت طالع كم آية في القرآن يا جماعة لا يعرفون اختلفوا في هذا بحسب الرأي التي ستتبنى ما فيهاش رأي واحد ليس هناك رأي واحد أجمع عليه المسلمون قال أبو عبد الله الموصلي في شرح قصيدته ذات الرجل في العدد اختلف في عدد الآي أو اختلف في عدد الآي اختلف في عدد الآيات معناها أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة يعني كل المسلمين كم واحد اختلف في آيات القرآن كل عواصم الإسلام آنذاك اختلفوا بينهم في عدد آيات القرآن واحد يقول لك عدد كده والواحد والتاني يقول لك العدد كده بل اختلفوا في عدد كلمات القرآن الاتقان في علوم القرآن وعد قوم كلمات القرآن سبعة وسبعين ألف كلم وتسعمائة وأربعة وتلاتين كلم وقيل وأربعمية وسبعة وتلاتين عوض تسعمائة وقيل ومائتان وسبعة وسبعون وقيل غير ذلك كم عدد كلمات مفروض أنه في اللوح المحفوظ نزل كما هو المفروض أنه في كل مصحف يكون بالحرف ما دمتم تؤمنون بالوحي الحرفي النازل كما قاله الله تعالى الذي لم يمسه التغيير الذي لا يأتي الباطل لا من خلفه ولا من بين يديه واللي حفظه الله لا يمسه أي شخص المفروض أن يكونوا حفظين وعرفين كم عدد آياتي كم عدد كلماتي كم عدد صوري نحن شايفين منذ بدء الإسلام والخلاف موجود على كل هذه التفاصيل طيب ما هو أول شيء أنزل قرأنا اقرأ باسم ربك الذي خلق لكن هل اتفق المسلمون على أن هذه أول ما أنزل لا اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال أحدها وهو الصحيح ده الصيوط يقول يقول أحدها وهو الصحيح اقرأ باسم ربك هو يمين لهذا الرأي الذي صار الآن يكاد يكون الرأي الوحيد القول الثاني يا أيها المدتر روى الشيخان بخاري ومسلم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل قبل قال يا أيها المدتر قلت أو اقرأ باسم ربك قال أحدتكم ما حدت نبيه رسول الله خلاص انت سألتني أنا أقول لك ما قاله رسول الله قال بأن أيها المدتر خلاص وطبعا في قصة تأتي بعد ذلك تذكر بالتفصيل ليس هنا مجالها لكن أنا فقط للدلالة على أن العلماء أو شيوخ الإسلام اختلفوا في أول سورة أنزلت القول الثالث سورة الفاتحة بل هناك من قال بأن الفاتحة نزلت مرتين نزلت في مكة ونزلت في المدينة بل هناك من قال بأنها نزل نصفها في المكة ونصفها في المدينة إذن يمكن تكون الفاتحة يمكن تكون سورة العلق يمكن تكون سورة المدتر كما قالوا لنا طيب ماذا عن آخر ما نزل فيه اختلاف فروى الشيخان عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت يستفتونك أقول الله يفتيكم في الكلام وآخر سورة نزلت براءة اللي هي سورة التوب جيد أخرج البخاري عن ابن عباس آخر آية نزلت آية الربة أخرج النسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه طيب ارسوا على حل يا جماعة في المستدرك عن أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر السورة أخرج مسلم عن ابن عباس آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله والفتح أخرج الترمدي والحاكم عن عائشة آخر سورة نزلت المائدة فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوا الحديث طيب هي المائدة هي سورة الفتح هي سورة براءة هي يعني ارسلكم على حل لا يعرفون أي شيء نزل في الأول نزل أضعها بين مزدوجتين أي شيء نزل في الأول أي شيء نزل في الأخير والمشكلة أنك تجد واحد يجي عندك في الصفحة ويبتدي يكتب قرآن أنا محفوظ لأن الله تكفل بحفظي ويبتدي يردد عليك الآيات وهو مش عارف أن العلماء اختلفوا من بداية القرآن لآخر من الحمد لله إلى آخر حرف في القرآن اختلفوا فيه جملة وتفصيلة ترتيب السور برضو مختلفين فيه الإتقان في علوم القرآن وأما ترتيب السور فهو فهل هو توقيفي توقيفي يعني موحبي من الله خلاص ما فيش اجتهاد توقيفي أيضا أو هو باجتهاد من الصحابة أيضا خلاف فجمهور يعني ترتيب السور هل هو اجتهاد أم موحبي من الله اختلفوا والبعض يقول موحبي من الله والبعض يقول لك اجتهاد فجمهور العلماء على التاني أنه اجتهاد منهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه ولذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور المصاحف الأولى مش مرتبة بنفس الترتيب الذي عندنا اليوم فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي كان أوله اقرأ ثم المدتر ثم نون ثم المزمل ثم تبث ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني يعني كان مصحف علي مختلف تماما وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة مش الفاتحة لأنه كان بيشيل الفاتحة ثم النساء مش آلي عمران ثم آلي عمران على اختلاف شديد وكذا مصحف أبي وغيره يعني كان اللي بيحط الأولى كذا والآخر والتانية كذا والمصاحف مختلفة ومفيش ترتيب طب مين اللي أقر هذا الترتيب اليوم اليوم لو غيرت الترتيب يكفروك لكن وقتها كل واحد يحط أي صورة في الأول أي صورة في التانية معنهم مش مشكلة لكن الآن المسلم لو سألته هو يعتقد بأن الله حط له الترتيب أيضا ومش فقط عدها الآيات والصور لا هو حط له الترتيب تبتها الفاتحة وبعدها البقرة وانت نازل قال ابن الحصار ترتيبوا الصور ووضع الآيات موضعا إنما كان بالوحي ماشي يا سيدي الله أوحى جبريل قال له حط الفاتحة في الأول بقرة في الثاني ألي عمران في الثالث وانت ماشي النساء وريحين قال ابن حجر العكس بقى إنه مش بالوحي ترتيب بعض الصور على بعضها أو معظمها لا يمتني أن يكون توفيقيا إنه اجتهاد يعني واحد يقول لك اجتهاد واحد يقول لك وحي من الله قال القاضي أبو بكر فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيب الصور على ما هي عليه اليوم في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة طب يا جماعة هل الله أوحالكم هذا الترتيب أم هو اجتهاد اختلاف اختلاف بين المفسرين بل إن الصحابة يبدو من بعض الروايات أن الصحابة كان ممكن يجمعوا آية في سورة ويسموها سورة كذا من أنفسهم أتى الحارث بن خزيمة بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال أشهد أني سمعتمهما من رسول الله ووعيتهما فقال عمر وأنا أشهد لقد سمعتهما ثم قال لو كانت ثلاثة آيات لجعلتوها سورة على حدة يعني الحارث بن خزيمة جاب أيتين قال لهم أنا سمعتهم من محمد عمر قال له أنا صدق أنا أيضا سمعتهم من محمد لكن جبت اثنين لو كنت جبت ثلاثة كنت عملت لهم سورة لوحدهم لكن جبت اثنين نعمل لي أي انظروا آخر سورة من القرآن فألحقوها في آخرها أحطوها في سورة التوبة ولذلك تجد أحيانا موضوع في الشرق وموضوع في الغرب في القرآن لأنه اعتباطي قال ابن حجر ظاهر هذا أنهم كانوا يؤلفون آيات الصور باجتهادهم وسائر الأخبار تدل على أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك إلا بتوقيف يعني قال من هذه الرواية أستنتج أنهم كانوا بيحطوا الآيات مع بعض ويجعلوها سورة لكن من باقي الروايات أفهم أنه وحي من الله أعمل أي أنا أجد الشيء ونقيده وكأن ابن حجر بيقول لنا أنا أجد الشيء ونقيده رواية بتقول لك أنهم كانوا بيجتد ورواية تانية بتقول لك أنه من يعني محمد هو الذي يقرر طب المكي والمدني الآيات المكية والمدنية أنا سأبدأ في أخذ المكالمات تقريبا بعد خمس دقائق فأسبروا على آيات شوية لحد ما أعطي على الأقل نادة دسمة للنقاش اختلافهم في المكي والمدني المكي والمدني أحيانا بيسهل لنا نعرف الظروف الخلفية نعرف أشياء كثيرة ونعرف الناسخ والمنسوخ لكن حتى المكي والمدني لم يتفقوا عليه قال أبو الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ المدني باتفاق عشرون صورة والمختلف فيها 12 صورة بحسبه هو في 12 صورة مش عارفين مكية ولا مختلفين واحد يقول مكية واحد يقول مدني ومع ذلك مكي باتفاق إتقان في علوم القرآن يعني في بعض الآيات وبعض الصور حتى واحد يقول لك لا مكية واحد يقول لك مدني واحد يقول لك مكية إلا بضع آيات كل واحد تجد آراء مختلفة في هذا الأمر وبالتالي لن نستطيع تفسير القرآن تفسيرا جيدا مدام هذا الأمر غامض طب اختلافهم في النسخ والمنسوخ نفسه في الإتقان في علوم القرآن الصيوطي نظم لنا أبيات حتى يوضح المسألة قال قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد يعني الناس حطوا لك آيات في النسخ والمنسوخ لا حصر لها وأدخلوا فيها آيا ليست تنحصر يعني دخلوا في النسخ والمنسوخ آيات ما تنحصر وهكا تحرير آي لا مزيد لها عشرين حررها الحضاق والكبر يعني الصيوطي بيقول لك هي عشرين آية فقط لكن طبعا هذا رأيه هو الباقون لهم آراء مختلفة يعني الواحد ممكن عشرين ممكن تلاتين ممكن مئتين آية تدخل في النسخ والمنسوخ لا نعرف لو كنا نعرف ما كانوش اختلفوا أصلا في هذا الأمر بل إنهم اختلفوا هل السنة تنسخ القرآن أم لا هل الحديث ينسخ القرآن أم لا هل أقوال محمد في الحديث تنسخ القرآن أم لا البعض قال نعم والبعض قال لا اختلف العلماء فقيل وده الصيوطي بينقل لنا هذا الأمر واختلف العلماء فقيل لا ينسخ القرآن إلا بقرآن واحد من الآراء كقول تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها قالوا ولا يكون مثل القرآن وخير منه إلا قرآن طالما قال نأتي بخير منها أو مثلها مثلها يعني خلاص قرآن خير منها لازم يكون قرآن قيل اللي ردوا عليهم قالوا لا بل ينسخ القرآن بالسنة لأن السنة أيضا من عند الله لأن الله قال وما ينطق عن الهوى ما بيتكلمش من الهوى أو عن الهوى هو بيتكلم مش بيتكلم من تلقاء نفسي الله هو الذي يحي له حتى السنة وحي طيب السؤال هل القرآن ينسخ بالسنة بالحديث سيظل اختلاف سيظل أصحاب هذا الرأي وأصحابه طبعا الآن البعض يريد أن يقصي الرأي الثاني لكن أنا أقول لكم الاختلافات كما كانت في عصر الشيوخ الآن طبعا لأنه هذا الأمر صار يفضح لإسلام أكثر فأرادوا التخلص من بعض المقرآن لأنها تحرجهم وزمان أيضا ابتدأت بعض الفرق تظهر وقتها كانت تنكر الناسخ والمنسوخ يعني فرقة تقر الناسخ والمنسوخ وفرقة تنكر وجود الناسخ والمنسوخ قال القرطبي في تفسيري أنكر الطواف من المنتمين للإسلام متأخرين جوازا وهم محجوجون بإجماع السلف إحنا الحج عليهم إجماع السلف الصابق على وقوعي في الشريعة إحنا نحتاج عليهم بوقوع الناسخ والمنسوخ في الشريعة بل اختلفوا أيضا في أسباب النزول أسباب النزول بتساعدنا نفهم نفسر القرآن تجد الآية ذكرين لها سببين أو ثلاثة أو أربعة أو 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 تقول لك نزلت في فلان التاني تقول لك لا نزلت في علان نزلت في الحادث الفلاني لا نزلت في الحادث الفلاني لا نزلت في مكة لا نزلت في المدينة كانت عند فلان وقد قال محمد بن السيرين سألت عبيدة عن آية من القرآن فقال اتق الله وقل سدادة ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله من القرآن قال له خلاص راحوا اللي كانوا بيعرفوا أسباب النزول الآن هو مجرد تخمين يعني ما فيش حد عارف أي شيء ولذلك حين يتهم المسلمون المسيحيين يبتدوا لا أنتم مختلفين في الإنجي يا حبيبي القرآن من رأس الرجلي أنتم مختلفين في كل تفصيل من تفاصيل موثقة بالدليل والبرهان وهذا ما نعرضه في هذه الحلقة